كتابة نص تأملي السيدات والسادة مرحبا بكم في لقائنا الرابع لهذا الشهر وهو تحت عنوان طريقة كتابة نص تأملي شكرا شكرا لكم تحدثنا من قبل عن أهم العناصر التي تتكون منها النصوص الأدبية وهي المقدمة، العرض، الخاتمة وتنوعت النصوص الأدبية فوجدنا النصوص الوصفية الإقناعية التأملية وغيرها من النصوص الأدبية الأخرى وكان لكل منها سمات يختص بها وطريقة في تناوله وكتابته تختلف عن غيرها من النصوص وسنتحدث بالتفصيل عن النص التأملي أولا، تعريف النص التأملي هو أحد النصوص الأدبية التي تستدعي التفكير وإعمال العقل لرسم صورة خاصة بالكاتب ليحكي بها عن تجربة خاصة أو شعور أو انفعال تأثر به الكاتب وترتبط هذه الفكرة بحياته أو حياة من حوله ارتباطاً تاماً محاكية بذلك المشاعر العامة كالخوف والصبر والعزيمة والشجاعة وغيرها من المواقف الحياتية العامة هل لدى أحدكم فكرة عن عناصر النص التأملي؟ أولا، الفكرة لابد أن تكون غير سطحية يبذل فيها الكاتب جهده وإعمال عقله حتى يصل إلى التصوير الفني الملائم لها أظن العاطفة عنصر مهم إذ لابد أن تكون عاطفة شخصية تتعلق بالتجربة التي مر بها شخصياً أو تتعلق بشخص قريب منها ويجب أن يربط هذه العاطفة بالفكرة أحسنتم، ممتاز والكتابة أيضاً أحد عناصر النص التأملي إذ ينبغي أن يعتمد الكاتب في كتاباته على الفكرة التي اختارها لنصه الأدبي والتعبير عنها بمشاعره الخاصة بألفاظ واضحة مستمدة من التجربة التي خاضها عفواً، لكن ما هي خطوات كتابة نص تأملي؟ تنقسم خطوات كتابة نص تأملي إلى ثلاث مراحل أولها الإعداد ويشمل اختيار العنوان والموضوع الذي يجب أن يكون مستمداً من مواقف شخصية أو تجربة مر بها الكاتب والتأمل فيه جيداً هل يصح أن يكون نصاً أدبياً؟ وهل يمكن توظيفه لإيصال الفكرة المرجوة منه؟ ثم استعادة الذاكرة وأخيراً جمع المعلومات وذلك عن طريق البحث في المصادر والمراجع عن نفس الفكرة أو فكرة مشابهة هل يمكنك أن توضح أكثر ما المقصود باستعادة الذاكرة؟ أقصد أنه من الممكن أن أكون قد مررت بموضوع التجربة الذي اخترته فأقارن بين شعوري تجاهه في الماضي والحاضر وثاني خطوات كتابة النص التأملي تكون بالتخطيط هل يمكن أن تشرح لنا كيف يتم التخطيط؟ طبعاً طبعاً ابدأ برسم مخطط أولي لأهم أفكارك التي قد تساعدك في كتابة نص تأملي ثم رتب الأفكار حول الموضوع وأخيراً راجع المحتوى الذي جمعته وعمل على صياغته كنص تأملي من الناحية العلمية واللغوية ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة وهي الكتابة والتي يمكن تقسيمها إلى مرحلتين هما كتابة المسودة والكتابة النهائية ألا فصلت فيهما من فضلك؟ تعد كتابة المسودة هي الكتابة الأولية بحيث يطرح الكاتب الأفكار والمعلومات التي جمعها والتفاصيل الداعمة لها على شكل فقرات مترابطة بإملاء صحيح مراعياً الصحة الإملائية واللغوية وسلامة التراكيب النحوية وموظفاً علامات الترقيم وكتابة الخاتمة والكتابة النهائية في هذه المرحلة يستعرض الكاتب ما كتبه ليصوب ما فيه من الأخطاء إن وجدت وقد يعيد صياغة بعض الفقرات أو الجمل بطريقة أفضل من سابقتها أكون بهذا انتهيت من تقديم جلستنا لهذا اليوم على أمل أن ألقاكم في جلسات أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر